المشاكل المالية التي تعاني منها الدولة في الوقت الحالي من تراجع اقتصادي وانخفاض في الواردات وازدياد في النفقات أدت إلى تغيير المصارف نظرتها ويقول رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب إن العامل الأول الذي تتطلع إليه المصارف قبل أن تمول أي عميل هو هل بإمكانه تسديد الدين عند استحقاقه نحن بالطبع ما أعطينا الدولة الشيك على ضياط فيها تقدر تصرف بدون حدود بدون مراعاة للوضع الحالي يلي هو سببه تراجع بالمالية العامة تراجع بالاقتصاد وتراجع بالواردات فإذا نحن كمان من ناحية تاني ما فينا نخلي الدولة أن نتواجه مشكلة توقف على الدفع يعني كمان الدولة هي عميل أساسي للمصارف الدولة اللبنانية تدين بـ 30 مليار دولار للمصارف لكن في هذه الأوضاع المتراجعة ماليا هل ستتوقف المصارف عن تمويل الدولة؟ ما منتوقف عن تمويل الدولة متوقف عن تمويل زيادة العجز يعني نحن الخط الأحمر طبعنا هو الاستبرار في تراكم العجوزات نحن بدنا الدولة تقعد بالوقت الحالي تنشئ لجنة طوارئ وتشوف شو هي النفقات اللي لازم تضالتنفقها وشو هي النفقات التانية اللي ممكن تأجيلها أو وقفنا انفاقها ويعني الفائد الأولي أن تساوي واردات الدولة حجم نفقاتها أو أكثر هذا مؤشر يجب معالجته ومعالجته فورا عملية التقشف هي سياسة عامة بدنا نشارك فيها كل الوزراء مش وزارة واحدة توقف المصارف عن تمويل الدولة لا يؤثر على ودائعها فطربي يقول إنه على العكس الإجراء يحمل ودائع لأن المصارف تسعى لتوظيف أموالها بطريقة آمنة وليس مع عميل وضعه المالية تراجع في حين للمصارف الحق بأن تقدم النصحة وتقول للدولة إنها استنفذت إمكانياتها ولكنها تستمر بتأمين النفقات العادية لها لأن القطاع المصرفي هو الحارث للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ترجمة نانسي قنقر